أرجوك يا أما تخاطبوننا بعاقل يا أما تردون علينا أعاني رسالتي إلى السيد وزير المالية علي علاوي المحترم انتقادات كثيرة وجهت إليك من قبل مسؤولين ومن قبل مختصين وهناك آراء متضادة مع طبيعة السياسة التي انتهجتها المشكلة أنت لا ترد ولا تسبح لآخر أن يرد أنا أتوقف عدم مفصل أنا بعدت لك رسالة قديمة وطلبت منك مدير الضرائب ومدير الجمارك ومدير المنافذ مدير الضرائب قبل فترة كان إلى تصريح مخيف السيد مدير الضرائب يقول خلال هذا الشهر عندي واردات حققناها وصلت إلى تريليون دينار بمعنى مليار اللي شوية زين أنا هذا الرقم عندي عندي شك أو عندي استفهام يا أخي لا تخلي المدير يطلع ونصدق شلون جاب التريليون وإذا المدير يجيب تريليون بالشهر ليش دولة الرئيس يقتروض لو أنت تطلع عليه تقول هذا التريليون حقيقة في ظل أزمة اقتصادية وإذا صار باتش الرخاء اقتصادي رواتبكم وفلوسكم أو تسواتكم أو أكلكم بس من الضرائب يا أخوي يطينا مدير الضرائب خلي المدير الضرائب يطلع هاي إذا ما طلعت أنت هسا ما نعرف صداكة وين أو تشذابها وين ما احتراماتي إلك والمدير الضرائب إذا الضرائب بوحة تبشار تجيب مليار تحنا بعد وين كلنا نعرس بالقمر ونصيف بالميكراكوا ومدير وين نروح بعد فأرجوك أرجوك أرجوك يا أما تخاطبونا بعاقل يا أما تردونا علينا